بحث وزير التجارة والصناعة أحمد سمير مع رئيس الغرفة التجارية الصناعية في مدينة بورصة ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية التركية إبراهيم بوركاي خطة الغرفة لإنشاء منطقة صناعية تركية في مصر وقال وزير التجارة والصناعة إن الغرفة ترغب في إقامة هذه المنطقة في مصر على غرار المنطقة الصناعية القائمة في مدينة بورصة والمتخصصة في مجالات المنسوجات والسيارات والألومينيوم والألات والمعدات والتكنولوجيات المتقدمة لافتا إلى أن الغرفة تسعى للاستفادة من المزايا الكبيرة التي يتيحها الاستثمار بالسوق المصري مثل الموقع الجغرافي المتميز والحوافز المقدمة من الدولة للاستثمار ومصادر الطاقة المتوفرة ذات الأسعار التنافسية اشتركوا في القناة